هنبدأ مع حضراتكم الآن برنامج التساعة بمشاركة سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في القمة العربية الصينية الأولى من نوعها في الرياض خلال كلمة سيدة الرئيس أمام القمة أكد سيادته أن أزمة الغذاء وتبعاتها اللي بيواجهها العالم وخاصة الدول النامية بتمثل دافعا لتوثيق الشراكة العربية الصينية في مواجهة هذا التحدي خليل نسمع جزء من كلمة سيدة الرئيس ونرجع لحضراتك لعلى من أخطر ما يواجهه العالم بخاصة الدول النامية اليوم وأزمة الغذاء وتبعاتها وما يدفعنا لتوثيق الشراكة العربية الصينية في مواجهة هذا التحدي عبر تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف لتطوير الاستجابة الدولية السريعة والفعالة لحاجات الدول النامية والعمل في إطار التعاون جنوب جنوب لتطوير الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين تكنولوجيا وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الرأي الحديثة المستدامة ولقد أسقلت هذه الأزمات كذلك كهى الدولين وموزنتها الحكومية وهم يتطلب دفع المجتمع الدولي لتخفيف عبئة ديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة مع العمل على تعزيز تعاون النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد وعادة سياغة أطر حوكمة الاقتصاد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر عدالة وشفافية